ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة ببلاد الرؤي اليوم عنا فيديو شوي مختلف عن دايمن انت لاعب بلابل بدك تشتري بلبل جديد ولكن معك مبلغ معين وهذا المبلغ ما بيكفي لتشتري بلبل من تكاراتومي تكاراتومي هي الشركة اللي بتصنيع الاصلي وهي الشركة اليابانية هي اهم شركة فنفرض انه هذا السعر هو 20 دولار اوكي لانا عم نعمل سعر تقريبي بين كل اشي واكيد بيختلف من بلد لبلد واقلي شوي اكتر شوي بس عادي بنعتبر انه هون في عنا بلابل تكاراتومي سعرها 20 دولار ما معنى سعرها وما رح نشريها ف نتوجه للبلابل الاصلية الفاشلة ولا البلابل المقلدة الفاخرة يعني الاصل الرخيص ولا المقلد الغالي فاليوم رح نعمل مقارنة بين هدول البلابل اللي هما الاصل الرخيص اللي هو من شركة هازبرول بصنع الاصل الامريكي وفي اوروبا وفي كندا واستراليا وهاي الدول سعرها بمتناول ايدي الجميع ولا المقلد مثلا من احسن الشركات المقلدة مثل شركة تيدي او زد ثري يلا نشوف فمثلا عندنا هون بلبل شجاعة تيربو هذا التطور الثاني للشجاعة المنتصر لان عندكم اول واحد اول شجاعة المنتصر اللي هو طلع بالمانقة المجلة اليابانية فالكيري من دون اني منزل اول واحد التاني هو طلع بالانيمي تبع الجزء الاول هو الشجاعة المنتصر هاد وبعدين عندكم اتطور في بيبات البيرس افولوشن للشجاعة المنتقد بعدين اجا هاد الشجاعة المنتصر اللي هو في الجزء الثالث تيربو او الشو زدسو بعدين عندكم بنفس الجزء اظن بتطور لواحد ثاني وبعدها بيجا عندكم اخر تطور هو هادا سلاش بالكيري شجاعة الجي تي وفي شكله كمان جزء خامس رح ينزل كمان تطور للشجاع ولكن هاي هيك قصة سريعة للمابعرفوا فنيجي لأول قطعة واللي هي اللير هون عندنا اللير الاولى اللي هي من بلبل الشجاع الهاسبرو اصلية طبعا سيما شايفين اللير لونها مختلف عن الانمي ليش مختلف لانه هاي شاريتها انا بستارتر باك كانت علبة لحالها لازم تحصل على اللون الاصلي لازم تشتري الشجاع التيربول بيجي مع بلبل ثاني ومع حلبة فعشان يعني يقدروا يميزوا اللاعبين عن بعض انه انه هاد مثلا هاد شراء من علبة لحاله وهداك شراء من علبة الحلبة انه يبين في فرق مع انه هاد اللون الصراحة احلى فاقري انه هازبرو راح تخلينا نروح نشتري الهدائك انا عجبني هاد اكتر فهون بيجي عندكم كو ار كود للبي بليد بيرست اف لعبة هازبرو اه لير حلوة وكويسة ماشي حالها ولكن الاشي اللي سيئ فيها انه هازبرو ما استخدمت الحديد هذا الكحي اللي مفروض يكون حديد ولكن هازبرو استخدمت البلاستيك عشان ترخص من السعر وتقدر تبيعه باكتر من مكان فهاد اول عيب اه يعني اشي سيئ تاني اشي مش اشي سيئ ولكن هازبرو من زمان بلشت استخدم تقنية السلوبس بلا بلها ما عندها اسنان عندها سلوبس هيك اشي بالضغط وسلوبس هذا البلبل صراحة كثير ضعاف مش زيد تكاراتهم اما هون عندكم الليير المقلدة بيجي عليها حديد مثل الاصلي بالضبط والالوان مثل الانمي والاصلي بالضبط وكمام تيجي باسنان بظن انه الاسنان هاي نفس الاسنان الاصلية بالضبط لانها قوية فانه هلو ممكن ما تبينش كتير كبيرة او طويلة عشان بيين قوية ولكن هاي في الاسنان قوية فا اوكي وكمان الحديد اللي عليها بيجي شوي مش نقي كتير انه هيك بيجي في نقاط كتير فالاصلي بيجيش بهاي الطريقة بكون حديد نقي وبيجي هون ببراغي مثلثة ايه ساري براغي مصلبة الاصلي بيجيو ببراغي عشكل مثلث سواء هاذبر او تكاراتهمي فهلا هون فهون عندنا البلبلين نفرض انه الهازبرو سعره تقريبا 10 دولار والمقلد تقريبا سعره 5 دولار اما التكارتهم يكتير غالي ف20 دولار وما رح نقدر نشتريك فيلا نكمل الفيديو لنعرف ايش نختار وبالنسبة للحديدة المقلد والاصلي تنين بيجوا بنفس الحديدة الهازبرو و تيدي تنين نفس الاشي اسمها 1212 ولكن زي ما شايفين الاصلية انقى حديدها شوي اما المقلد بتيجي هيك فيها كتير نقاط وعبارة عن حديد مخلوط من انواع سيئة يعني وممكن تنكسر المقلدة ممكن تنكسر اكتر ولكن فعليا تنتين عن جد نفس الوزن نفس كل اشي معادل المنظر اللي معان تبعهم بفرق وحفكر كمان معلومة حديد تكارتهم يلسه احسن من هازبرو انقى و احسن لانه اذا بتحطوهم تنتين جمع بعض حديد هازبرو شوي للمعة اخف ولكن نفس اللون ونفس الجودة يعني ممتازين وبالنسبة للدرايفر هلا بهذا الجزء الثالث هازبرو اتجهت اتجاه مختلف استخدمت عشان تعوض الحديد اللي ما حطته بالليير عملت تقنية اسمها سلينكشوك موجودة هاي التقنية بالدرايفرات تبعونها كل الولول له تقنية ولكن هاد التقنية اللي فيه سلينكشوك هيك تعملوها بترفعو بتلفو لليسار بصير اطول فبالتالي بزيد شرعة الهجوم والجنون فهاي طريقة لاتعوضهم على الحديد اما هذا المقلد فنفس التكارتهم يبضبط وهون عنكم براغي مصلبة مش براغي مسكر او مسامير فنفس كل اشي نفس الاصلي بالضبط عن جد كل اشي ودوران حر نوعا ما بس بيعلى شوي بس انو ماشي حاله فانتو هلا لو معكم هالمبلغ او عم تقدر تشترو واحد من هادول انو بتشترو بتشترو الاصلي من هازبرو اللي هو الاصلي الرخيص اللي فيه اشياء مقصة ولا بتشترو المقلد المطابق للاصلي ولكن في بعض الاشياء بتكون جودتها اقل لمعرض للكسر اكتر راح يطلع لكم اي هون او اي هون صوتو اه راح يطلع لكم فيها تصويت صوتو اذا بتشترو الاصلي ولا بتشترو المقلد واذا بتحكولي لو اي فك الحديد تبع هادو وحطو مع هاد جربت ما بزبطو يعني الحديدة بس هزبطت عليها الاصلي وباقي القطع ما دروش تركبو هيت بس صراحة يعني اشي فكرها فاش فانو ما راح سويها عالفاضي وهون عنا وميضة تيربول هو التضور التالت للوميض اللامع في عندكم وميض لامع بعدين وميض مظلم في الافولوشن وهذا جهز التالت والهو لا مش لاخير فيه كمان بعده فانو هدو نفس الاشي لاير ما فيها حديد براغي مثلثة كيو ار كود اا يعني ايش نسويه وهون انو المقلد في حديد وفي كل اشي والحديد نفس الاشي الاصلي انقى من المقلد شوفوا الاستيكر تبعت المقلد طلعت عايدة الدرايفرات شوفوا هون عندكم الدرايفرات هذا البلبل اثنين يعني خبصوا تخبيص لانو فعليا هذا من تكارته الدرايفر بيجي عا شكل فالشركتين ما زبطوها مفروض يجي درايفر نفسها بعلوميض اللامع اللي هو هاد سبايرل ولكن نجمة عا شكل مطاط هون المقلد حطو لكم النجمة بس بلاستيك وهازبرو راح تحطط قطعة مطاطية مستقيمة وحر رسمت عليها جواتها نجمة يعني بتتحبلوا علينا ولا ايش وفيها تقنية السلينك شوك عشان تعوضنا هازبرو بتلفه لليمين بعدين ترفعه بعدين تلفه لليشار طبعا تقنية لليمين بتلفه طبعا تقنية السلينك شوك في بلابل تاني بتعمل فرق كبير متل سيف التيربو من شبه هجومي خفيف لهجوم سريع كتير هدول هو اصلا مجنون بالحالتين بكون سريع بالحالتين في بلابل الدفاعية يعني بوضعية السلينك شوك بتصير هجومية فانو عندكم دفاع وهجوم في فرق كبير فبس عم بحكي عن مثال عن العندي فبس رح اطلالكم هلا اي تاني للتصويت انو بلبل وميض لا مع بتشتروا وميض التيربو الاصلي ولا المقلد اه صوته بالاي اللي فوق وهي الاسنان طبعا يجب ان نعرف المقلدين اسنانهم اقوى من السلوب سبعون هازبرو ولكن هازبرو اه لما حكي انا مفيش حديد باللير وعوضتهم بالسلينك شوك بالدرايفر ولكن مع ان السلوب سم اضعفه ولكن لانه ما في حديد على اللير اه بكونوا اقوية يعني اذا احكي لكم هدول مش عندهم حديد على اللير واسنانهم قوية ولكن جزء كبير من الحديد والوزن المرتفع على اللير بيضيع بقوة الاسنان فعشان هيك بحتاج يعملوا اسنان قوية مع حديد كتير لانه لو عندهم حديد كتير على اللير وقوية ووزن اصر شو اسنانها ضعيفة ما رح يستحمله او مثال تاني اوضح لو جبتم نفس اللير واحد عليها حديد واحد عليها بلاستيك والتنتين عندهم نفس الاسنان اللي من دون حديد اسنانها رح يكونوا اقوى بالنزالات لانه بيكونش عليها وزن كتير اما مع حديد بيكون شوية عليها ضغط اكتر فالاسنان هيك بتمتص شوية من ضرب من قوة الاسنان بالضعف وكمان لما بعرف الفرق بين التكارتن والهازبرو على السريع هاي عنكم هاد تكارتن وهاد هازبرو تنين اصلية شجاع منتصر وهي الفرقات بشكل خفيف انا عملت فيديوهات تفصيلية فاذا بتحبوا تشوف الفيديوهات تفصيلية موجودة بقناتي او ابحثوا اكتبوا على اليوتيوب بيبليدر لو اي هازبرو تكارتن راح يطلع عندكم الفرق ولكن زي ما بتشايفين تكارتن جودتها اعلى شوي مطابقة للانمي هازبرو شوي بتغير عشان ترخص ويعني هيك وبس يلا نجرب البلاب الهديك وننازلهم بنزالات اوكي فيالله نعمل اول نزال الجود الالالأولى 321 اووكي اوكي نزالتو الى هاي الثلاء التانى واحد صفر اللى بوصل لخمس سقاات اول هو الفائز مش قادر اطلقهم بقوه ولا اللى attribعهم اجهزة اطلاقه مقلده وسجاجة تيرول مقلد ايذوب بيركب على جهاز اطلاقه والهازبرو حالته حالة 2-0 اكشفته هيو بعلق قدامكم الى الدخل لشيكة شجاع يلا كسروا بعض 3-0 3-0 اوه مجانين بس صراحة مش عم بحيس في كتير استضامات لانه تنين مجانين وبلحقوا بعض فيعني هجومي ضد هجومي وها بهاي الطريقة شوي ممكن نزاله نكون ممل اكتر من نزال قدرة الاحتمال ضد قدرة الاحتمال نفضل افعل وضاية السلينك شوك يلا بالهازبرو وفعلناها لا بليز انزل اوكي انا بعض التذار الجدا هذا جاء عن جدا تيربو سمود هازبرو يالله يا حرام اوكي زي ما شايفين الاصلي عم بيفوز بسبب وزنه المرتفع واصنانه الاقوى بعتذر المقلد هو اللي فاز اما هلا عنا بلاب الاهدة شوي ومضى التيربو نزفق بعض شوي بس واحد سفر للاصلي الجول التاني اوه اوه خططوية و بارس فنش 2 صفر للمقلد اوكي اوكي المطاط اسح لبلاستيك ولكن اربع واحد للمقلد مجددا فعالت وضاية السلينك شوك شوف السرعة هلا اوه فقد اني واضن اوه اوه استحلق كل طاقف اللي يعمل واحد سفر اوكي نتيجة صارت اربعة اتنين للمقلد وضاية السلينك شوف للمطرعة 200 اوه حطموا بالثواني وكمان مرة المقلد فاز على الاصلي اما هلا رح نرجع نعيد النزلات اللي بوصل لثلاث نقاط اول هو الفائث بالحلب الدفاعية ليش بالحلب الدفاعية عشان البلاب الكتير مجنونة ومش عم نقدر نختبرهم فعليا هون هيك ها دين مرسوطين ويطحنوا بعض شوي شوي مدين صار نزال قدرة احتمال بين السجاعين واحد صفر للمقلد الجولة التانية ماذا تستمتality انزل المجان الله رح ايد الجولة بس هاي تسلاقي اوكي شجاع تيربو المسكين لا 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 شرجحت ودعست عليه انتذكراوا في فيديو شجاع تيربو ضد كل البلابل الدفاعية والقدرة الاحتمال هلا اجا من يدعس عليه ويفوزه ويزدته مثل هذا الدنيا دوارة كارما بلعب المجنونة اوه فيديو في بيرس في بيرس طبعا اذا عجبك هالفيديو انزل حط لايك اذا استفادت منه كمان ومشكله كمان مقلد عم بفوز هلأ وضعيت السلنك شوك سلنك شوك اوه سوري انزلت في البوكت اوه لشيك نزل نزل ضرق خبط سلنك شوك خلته شوي مجنونة اكتر رجع حول الوضعية العادية سلنك شوك مارت تضلوها سعب تبيهاات البلول كتير بلابل تاني اوه وكمان مره شكله عنا فائز وهو المقلد سلنك شوك اعمل مفعولة يلا اوه 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 ضرباته زي ما شايفين شجاعة تيربو ضرباته مش عم تأثر بالمقلد والفائز هو المقلد وجولة اخيرة عشان ما يزعل الشباب اوه 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 الكاميرا هزت خلص بكفي خلص اقوى منه عائلة توميضة تيربو اوه 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 توميضة تيربو علق الهازبرو علق بالدوائرة الصغيرة بالحلب الدفاعية هاي هازبرو عملتها عساس ان يعني ما يكونش نزال مملء و تكون مستقيمة على الاخر بس صراحة يعني بتمنى لو هازبرو شوية عملت هيك انغماس لجوه كيف يقولها هيك الحلب شوية داخل لجوه اكتر كانت صارت هجومية ومرتبة اوه انا فكرا في حلبات من هازبرو هانه لنفس هذا الحجم من بره ولكن من جوه 1-0 للمقلد هون عندكم دويرة مش عشيك الخطوط هون عساس ما يضيعوش طاقتهم ويعلقوا بره ومن جوه مجوه فعن جد متل هجومية ويعني كويسة فانو انا بذكر بس شريتها ما كان في غيرها وكان في لا ما كانش في غيرها وقت مشريتها فانو بس كويسة اوة خضير كنا سمحتكم بابتس المقلد حسنا اهم 2-0 للمقلد صرحة اذا اضعوا بالبوكت بغلط لانهوا طيروا للبوكت التانية تفعيل وضعية السلينك شوك اوكي الجول اللي بعدها ثري تو وان اتفعيل اتفعيل كان يصار احده من الوضعية العادية يلا تصادم ما شاء الله هاد شكل حيوقف لحاله ولا حيخبط ببعض انه الاخر نجا اوه لا لا هادا حيوقف خلص شوفوه هيا اجا يخبط بس وقف انه اخد منظر حلو للبول نزقع وجهك كنا ننمزح عادي عام شوار اماما على هاد ش cream هيا الى اللو بارث انفجر وكمان جولة اخيرة اتفعيل في بتصادمه بأنه вبرث اوهوهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اكله عادية شاكله حيوفوظ المقلد في ايش عمشحط فشكرا لكم ولمتابعتكم للفيديو اليوم لا تنسوا تشتركوا في القناة فعلوا جرس تحطوا لايك وضفونا على سناب شاهدوا انستغرام و تيك توك روابطهم كلهم صدوق الوصف واذا عجبكم هالفيديو كمان اكتبوا رأيكم بالكومنتات اكتبولي انتوا راح تشتروا ال هازبرو يعني الاصل الرخيص ولا المقلد بالفاخر نشوف مين راح يكون اكتر وكمان لا تنسوا الصوته بالاي اللي فوق اللي هون او اللي هون في تصويت بالاي عنو بلبل راح تشتروا فيلله خلنا نشوف ارائكم وتصويتاتكم وتعليقاتكم سلام بشوفكم فيديو الجاي بحبكم سلام اوكي لاخبطت الكلام كله بس انها